كلام اه. ما انا بقولك لو انا في المد... يعني انا والله انا انا يعني. انت كده تكلم كلام مش منطقي. طب ليه? طب موشي كابال عمل كده. محمد مدعب شافة عمل كده. ايوه. وتقدروا. يا كابتن ما انت عارب. هيتقدر زيزو. زيزو هيتقدر والله. انا فهم. هيتقدر جامد. لان هو دلوقتي متقدر. بس موقع انا سألك سؤال. هو لو ده حصل. ده صح ولا غلط? انا شايف من وجهة نظري? ده اللي المفروض يحصل. لأ يعني انت تدي لعيف ستين مليون? اه 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 ادي له مية. مية مليون? اسمعني بس. ادي له مية. ماشي? ادي له مية. ولكن مش بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها. كابتن جبالي. بمعنى ايه? انا ادي ندي الاهلي. لو بنكالة لسه كنا مكلم على امام عشور. اه? انا ادي الامام عشور. انا هيجي امامي يقدد معاي. بس انت اقولك على حاجة. وعنده عرض من الصعودية. كابتن احمد. وبالمناسبة اديك اديك حاجة كده يعني هقولها كده. ان امام عشور. وخده من الجملة دي كده ايه? يعني هقولها كده ورزق على الله. ان هناك اهتمام اهتمام خليجي بين قصين سعودي. بان من الممكن ان يتوافر عرض لامام عشور في ظل حتى المستلحة اللي هم نتكلم فينا وانت دلوقتي اهو. للانتقار خلال الفترة القادمة للدول السعودية. نقطة من اول السطر. انا كابتن احمد انا. اجي بقى امام لما اجي يجدد معاي. مسلا انا النادي الاهلي. يقول لي والله انا امام عشور وجاي لي عرضي من اليوم ولا جاي لي عرضي من الهلال ولا جاي لي عرضي من الشباب ولا بتاع. وجاي لي كزا. فانا عايز اجدد بثمانين مليون في السنة. اوافق? انا كنادي اهلي. ايو ما النادي الاهلي لما ما هو بيجيب لك ما جايب جايب اه داري باتنين ونصف مليون. كابتن انا بتكلم دلوقتي انا محمد الشناوي. انا محمد عبد المنعم. انا اي حد. وجاي لي عرض من السعودية. وانا نجمل فرقة وكل حاجة. بس عشان اجدد مع حضرتك. وعشان انا جاي لي من السعودية. انا هجدد بسبعين مليون. او بستين مليون. تمام? هل النادي الاهلي سؤال بس. وهو نجمل فرقة وكل حاجة علينا وراسي. هيجدد معاه. سؤال بس يرد عليها بس يلغي. لا بالشكل ده من الاهلي ما بيجددش. كابتن عمر ده سوالي. هيجدد معاه. لا. لا. النادي الاهلي بيحط مبادئ واتفاقات وفكر وسيستم. زي اللي دا خد تسأل عليه. فقات. فقات. بتقول الفقات الاولى والفقات التانية. والفرق بتدولك اعلانات بتاع كده. اعتقد ان النادي الاهلي بقرارات الكابتن محمود. رفع المبلغ او رفع الترضية بفلوس زيادة لامام ومروان واقل. بعد مباراة الصفر. انت هتقول ده وقته. انت هتقول ده وقته. النازة علان. هو بيدي الحقوق. بيديك حقوق. انت جاي من برا. فيها اولى. خلاص. انت فقه تانية بالاتفاق زي ما سوالي اللي هي كزا. مش كزا. لا بس. ما فيها الاولى في الاهل ما بتزيتش عن اربعتاشر مليون. اللي على فقه الاولى. في الاهل ما بتزيتش عن اربعتاشر. بس كابتن هو ليه? خمستاشر مليون. كابتن. ايوا. انا مش عايز اقول كلام بس عشان اه يعني كابتن اشام ناصر بقى الله يبرك له خده في سكة يعني بعيدة خالص بس اقول لك ايه بس. مش كل ما يمكن ان يقال يقال على الهواء المشاركة. كابتال حسين لبيب انت خرجت على الاعلام. وانت رئيس نادي الزمالك. حينما تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على الجميع. بعد اما الكابتال حسين لبيب يطلع يتكلم المفترض انه خلاص هي رمز النادي ورئيس النادي وكبير العائلة الزمالكوية وكبير نادي الزمالك الآن. ورئيس مجلد زارة نادي الزمالك حينما يخرب في تصراحات يطلع تليفون يعمل حوار خلاص مجلزات نادي الزمالك تحدث ونادي الزمالك كان صوته الاعلى هو صاحب المنصب الاكبر في نادي الزمالك وهو رئيس النادي رئيس نادي الزمالك طلع في تصريحات تعليمات من رئيس مجلزات نادي الزمالك انه لا يوجد تصريحات بعد تصريحاته هو مش هيتكلم والله يا استاذ الشام حضرتك هتطلع النهاردة مثلا مع فلان الفلاني عشان انا مش هطلع دلوقتي في الايام دي انا مش هخرج ويبقى ده قرار انما فكرة ان يبقى مثلا يخرج امين صندوق او يخرج عضو مجلس الدارة او يخرج رئيس نادي او يخرج نادي رئيس نادي وكل واحد يدله بدلوة من الممكن بحسن نية يتكلم في امور مش من الافضل انه يتكلم فيها دلوقتي علشان جمهور نادي الزمالك عايش حالة تانية خالص فنقوم واخدينه مواضيع فيها بلبلة تانية اخرى يتكلموا فيها بعيدة تماما عن فرحتهم ببطولة غالية جدا ان لم تكن الاغلى من وجهة نظر كتير من الزمالكوية في التوقيت ده ده وجهة نظر ايه؟ عشان كده المشهد ده والمشهد الاعلامي تحديدا والتناول الاعلامي والتعامل مع الاعلام شديد الحساسية وشديد الزكاء لازم ازاي تتعامل في هذا الملف فكر